نظام المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة فعالية إصالون بيت الكويت الثقافية واستعرض خلالها دكتور كامل سليمان العبدالجليل تاريخ العلاقات الثقافية الكويتية المصرية اليوم يوم استثنائي جميل نقضي في رحاب المكتب الثقافي الكويتي في مصر الذي امتد نشاطه أكثر من خدمة الطلبة الذين هم الجيل الطلاعي الجديد الذي يتخرج من مصر ويأتي للعمل في الكويت إنما يمتد إلى أعمال وأنشطة ثقافية متنوعة يحييها بيت الكويت وأيضا بكتب الكويت الثقافي من واجباتنا أن نعكس ثقافتنا وحضارتنا في الكويت في البلد المضيف لذلك اهتمينا في الجانب الثقافي وبينانا علينا من إنشاء صالون الثقافي وأيضا نحاول نعمل اتفاقيات مع جهات تُعنى بالثقافة في الكويت حتى يكون بينهم اتفاقيات ومن ثم يمدوننا بعض الكتب لأهمية الثقافة لا شك تضمن الصالون عقد اتفاق تعاوني بين المجلس الوطني والمكتب الثقافي من خلال إصدارات المجلس الأعلى والذي ضم العديد من الكتب والإصدارات هي مناسبة عزيزة وغالية سوف نعززها بإقامة ندوة ضمن الصالون الثقافي الذي يفتتحه السيد وسعادة مدير المستشار الثقافي في المكتب سوف نتحدث فيها عن واقع وتطور العلاقات الثقافية الكويتية سنقوم في توقيع اتفاقية تزود المكتب الثقافي بكل الإصدارات وسوف نشارك عن طريق المكتب الثقافي بمعظم الفعاليات الأدبية والثقافية في جمهورية مصر وسوف يزودنا المكتب الثقافي بالإصدارات الدورية والشهادات الأكاديمية للطلبة الكويتيين شارك في الصالون لفيف من الأدباء وأساتذة الجامعات والإعلاميين من خلال كلماتهم